وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعقوا بما لا يسمعوا إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وعندما يقول لهم اتبعوا ما الذي يدعى يقولون أردنا نتبعوا ما الذي نجدنا أجلنا أجل حيث أن أجلنا أجلهم لم يفهموا شيء أو لم يفهموا الإطلاق من الذين يتبعون مثل ذلك الذي يتبع في ما يتبع في ما يتبع في شيء لذلك لا يفهموا أيها الذين تؤمنوا امتوا من الأشياء التي نعطي لك ونعجب على الله إذا كانه هو الذي تتبع لديه فقط يتبع لك أجل المنزل القرى والأسفل والذين يتبعون إلى أخرى من الله ولكن أيضا يتبع في المساعدة لا يتبعونها أو يتبعونها فهي لا يوجد حياته. حقاً الله يسعى ومسرع. حقاً هؤلاء الذين يسعى ما الذي يسعى الله من المساعدة ويسعونه لفضل قليلاً، هؤلاء الذين يسعى لا يسعى لهم من المساعدة وإن الله لا يتحدث لهم على اليوم القيامة، وإنه سيصنعهم، ويسعون لديهم مضحة. هؤلاء الذين يسعى قوة لفضل وفضل لفضل كيف يستطيعون أنهم في مرسل من المرسل هذا يستطيعون منهم لأن الله يساعدون الكبير في الحقيقة وفي حقيقة الذين يساعدون الكبير يستطيعون الكبير